تعد بلدية ترهون من البلديات مترامية الأطراف وتشهد انتشاراً للسكان في ضواحيها بشكل متزايد في الآوينة الأخيرة معظم هذه الأحياء سواء القديمة منها أو الحديثة تعاني من مشكلة التهالك وتعثر مشاريع شبكات الطرق التي تربط هذه الأحياء بالطرق الرئيسية للمدينة وهو الأمر الذي يشكل عائقاً للمواطنين المجلس البلدي ترهون من جانبه داب مؤخراً على تفعيل عدد من مشاريع الطرق الزراعية المهمة لعلها تخافف من معاناة المواطنين بالبلدية الحقيقة عندنا مشاريع كانت متوقفة من فترة أكثر من عشر سنوات وفي الأقل من عشر سنوات وكذلك لا ننسى السنوات التي حلمت منها بلدية ترهون تقريباً من سنة 2015 إلى يوم 25-26 كانت البلدية محرومة من تنفيذ هذه الطرق بمختلف مسمياتها سواء كانت سيانة أو كانت طرق زراعية أو فتح مصارات جديدة لكن الحمد لله زي ما ذكرت في السابق اليوم بفضل الله أن تم تفعيل العقود القديمة منها وكذلك فتح مصارات جديدة وتقي عقود جديدة جهود المجلس البلدي ومخاطباتهم المتكررة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية حققت نتائج تخدم المواطنين بتفعيل بعض المشاريع التي كانت متوقفة منذ سنوات وهو الأمر الذي لاقى رضاً مواطنين في هذه المناطق ويبقى الأمل يحدو العديد من الأهالي في ترهونة وهم ينتظرون تنفيذ مشروعات أخرى تنهي عقوداً من المعاناة مع هذه الطرق ذات الطبيعة الجبلية الوعرة ترجمة نانسي قنقر